موسيقى اليوم الأحد الثاني عشر من يناير تحية صباحية لكم مشاهدين من استوديوهات التلفزيون العربي في بيروت طبعا حلقة جديدة انطلقت الآن منبدأها من تونس وتحديدا من محافظة نابل ضيفة مدينة الثقافة التغيرات المناخية وانعكاساتها على صحة الأطفال موضوعنا لليوم في صحة العامة وإلى صنعاء لنتعرف على الصفية المهدي صحفية فازت بجائزة الأمم المتحدة مجددا وطبعا نقول صباح النور لهيبا صباح النور لكي راويا وصباح النور لكم مشاهدين أيضا صباحنا لا يحلو إلا بإلقاء نظر أيضا على مطبخ الشفراس صباح النور لألكشف صباح النور لألكشف وأيضا والرقص والأصالة والخطوات ستتحدث اليوم عن التراث بالتحديد وصباح النور لألك جوزيف سلوم صباح الخير هبا اليوم فقرتنا خاصة بكل محبيت دكة رح نحكي عن هالرقصة ونحكي عن نوعين من الدكة دكة العرب ودكة الدلعونة أتمنى أنه فقرتنا اليوم أعجب مشاهدينا شكرا لألك جوزيف وبانتظار فقرتك أيضا إذن مشاهدينا البداية ستكون من انطلاق أو ستنطلق خلال الأيام الماضية فعاليات معرض كتار الدولي للكهرمان في نسخته الثانية بمشاركة 13 دولة عربية وأجنبية يعاد هذا المعرض الثاني أكبر معرض عالمي يختص بخامة الكهرمان دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود يحتضن الحي الثقافي في الدوحة كتارة ثاني نسخة لمعرض الكهرمان الدولي الوحيد والأكبر في الشرق الأوسط يضم هذا المعرض تشكيلة واسعة من المعروضات النفيسة من المسابح والأحجار ولا يعد الكهرمان إطلاق من الأحجار الكريمة الأساسية وإنما هو مواد عضوية متحجرة أصلها من مفرزة الشجر راح أتكلم عن مسابيح الحكام الكويت والأسر الحاكمة عندنا المصباح هذا اللي حاكم الكويت الشيخ صباح السالم الصباح طبعا من الحكام الكويت هذا النوع المصباح هذا ألماني مغلف الفترينة هذه طبعا نادرة وفيها أنواع معينة ومتنوعة من الألمانيات اللي داولت في المنطقة من 100 سنة 80 سنة 70 سنة الأشكال اللي داولت في منطقتنا بالشرق الأوسط والخليج بالذات هذا المصباح كامل إحنا مراكبينه هو من ورشة هتلر النازية يسمونه مصباح بطاريات طبعا إحنا نسوينا مصباح ولكن بطاريات يسمى بطاريات منمشة من ورشة هتلر وإلى الآن هذه فيها خلطة سرية ما حد يعلمها بعد ما نخرط المسابيح البطاريات تقدر تطلع هذه المسابيح من ورشة هتلر منمشة بعد ما نخرط المسابيح الخراط يأخذها بعد 20 سنة 15 سنة تأخذ اللون هذا وبسرعة تقلب تصير اللون هذا المرغوب الكركومي وليش يقلب اللون يعني؟ يقلب اللون يتفاعل الكهرمان يتفاعل لنا مادة عضوية عمرها الكهرمان الحجر عمره من 25 مليون سنة إلى 120 مليون سنة من أيام الديناصورات عند فكه باليد تنبعث من الكهرمان رائحة الشجر الصنوبرية أما لونه فيتدرج عادة من الأصفر إلى الأصفر الداكن وقد تختلف ألوانه وأحجامه بحسب المناطق وطريقة صنعه معرض كاتارا الدولي للكهرمان يهدف إلى عرض منتجات الكهرمان الطبيعي الحر حسب أذواق وميون كافة الفئات العمرية وليستقطب جمهورا واسعا من عشق اقتناء الكهرمان الصناع والتجار والهوات وهي بوح لايسة العربي من الدوحة يعني راو يرى الكهرمان أهمية كتير كبيرة بالدول العربية وخاصة بدول الخليج بتعرفي هو بالإضافة لأنه بيستخدمه بالحلي وبيستخدمه أيضا بالمسابح بالمسابح أيضا له أهمية كتير كبيرة لشفاء من الأمراض مثل مرض اليراقان مرض الكبد الوبائي وأيضا بيقوله أنه جالب للحظ دائما حاله كتير جميل أنه نعتقد بالأمور الإيجابية صحيح وتكون متأصلة بثقافتنا وأصلا هكذا معارض لها روادها وينتظرها صحيح الزوار من سنة إلى سنة الزات في الكويت يعني أيضا له اهتمام خاص صحيح خلينا نقول للمشاهدين أنه دائما بيمكنهم زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا لعرض الأسئلة والتعليقات أما آخر الأخبار مشاهدين والمستجدات على الساحتين العربية والعالمية مع زميلة ليالي بشارة ومع الخبر شكرا هبا مشاهدين صباح نور وأهلا بكم إلى مجازن لأهم الأم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية دفعت مليار دولار مقابل طلبها نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة وأوضح ترامب في حوار تلفزيوني أنه أبلغ السعوديين بأنهم بلد غني جدا وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية وأوضعوا بالفعل مليار دولار لدينا وأكد أن الولايات المتحدة لن تتحمل نفقات عمليات نشر القوات وأضاف أن السعودية بناء على طلب وافقت على أن تدفع لنا مقابل كل ما نفعله بثت وسائل إعلام إيرانية مقاطع مصورة لطلاب جامعيين ومواطنين تجمعوا وسط العاصمة طهران للمطالبة بإقالة كافة المسؤولين الذين تسببوا في حديثة إسقاط الطائرة الأوكرانية وقد رفع محتجون تجمع قرب جامعة أمير كبير وسط العاصمة لافتات وردد شعارات تندد بسياسة الحكومة وتأخرها في إعلان حقيقة وملابسات مجرى في غدون ذلك دعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية أمس إلى تجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر بدأ في منتصف ليلة السبت الأحد سريان هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا كان دعا إليها الرئيس الروسي فلادامر بوتن ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمتهما في اسطنبول الأربعاء الماضي وأعلن أحمد المسماري المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقف إطلاق النار في غرفة العمليات بالمنطقة الغربية على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في توقيت نفسه مشددا على الرد سيكون قاسيا على أي خرق للهدنة في غضون ذلك قالت وكالة الأناضول أن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج سيزور اليوم الأحد تركيا حيث يتوقع أن يلتقي الرئيس أردوغان في اسطنبول عادة الاحتجاجات إلى شوارع مدينة بيروت بعد أن خف زخمها في الأسبوع القليل الماضية رفض للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعيشها لبنان واجابت مسيرات رفعت شعارة لن ندفع ثمن شوارع بيروت مرورا بمبنى شركة الكهرباء ثم جمعية المصارف وصولا إلى وسط المدينة حيث مقر البرلمان قالت مصادر أمنية عراقية إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية أطلقوا النار من مسدسات على آمير لواء كربلا في الحشد الشعبي طالب الساعد في حي الصدر شرقي بغداد وضف أن الساعد لقي حتفه في مكان الهجوم بينما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي مشاهدين إلى جولة الصحف والبداية دائما مع القدس العربي الصحيفة فتحت في ملحقها الأسبوعي ملف المواجهة الأمريكية الإيرانية وتساءلت إن هي في استراحة محارب أو دخلت مرحلة التقاط الأنفاس في انتظار جولة جديدة نعود إلى العراق صحيفة المدى كشفت نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع يده على 35 مليار دولار هي أموال عراقية موضع في الولايات المتحدة إنما واصلت بغداد في سياسة إخراج القوات الأجنبية وعاد العبد المهدي رئيس المزراء المستقيل يفاوض لإعادة تكلفه بغير البعيد إلى الكويت المجاورة صحيفة الجريدة مشاهدين عنونت عن تصريحات سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بعد أدائه اليمين القانونية خلفا للسلطان الراحل قبوس بن سعيد تأكيد على السير بنهج الراحل وعدم التدخل بشؤون الغير إلى دول المغرب العربي إلى تونس تحديد المشاهدين جريدة الصباح تساءلت عن موقف حركة النهضة بعد إسقاط حكومة لحبيب الجملي في البلمان هل هي قبول بفتورة الديمقراطية أم انحناء للعصف نعود إلى دول الخليج إلى قطر تحديدا صحيفة الوطن توقفت عند المحادثات التي أجراها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلادامر بوتن تناول مستجدات المنطقة والساحة الليبية نختم الجولة مع صحيفة العربي الجديد كتبت في عنوانها الرئيسي عن مأزق إيران اليوم بعد إقرارها بإسقاط البوينغ الأوكرانية ومقتل جميع ركابها بخطأ بشري والتظاهرات التي خرجت في إيران يوم أمس للتنديد بكذب السلطات خاصة أن غالبية القتل من الإيرانيين حملت الجنسية الكندية نتحول إلى صورة الغلافية عن ترويج إسرائيلية لأماكن سياحية في أراض مصروقة من الفلسطينيين بينها الضفة والقدس إلى زاوية الحدث وكتبت الصحيفة عن زيارة قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى موسكو سعيا لوساطة تثبت وقف إطلاق النار في ليبيا وإيطاليا استقبلت يوم أمس رئيس حكومة اليفاق فايز السراج الذي من المرتقب أن يزور اليوم العاصمة التركية إلى كاريكاتور العربي الجديد هو اليوم عن الشعب العراقي العالق بين فكي كماش من جانب إيران ومن جانب آخر الولايات المتحدة وهو ينادي بسلمية بإعادة وطنه بعيدا عن صراع المحاور والأمضاء للفنان فهد البحادي مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام الجولة الأولى للفقرة السياسية اللقاء يتجدد على رأس الساعة ويكونوا على الموعد الرقصة التقليدية ببلاد الشم صحيح هاي بتجمعنا أنا وإنت اليوم كتير حلو هذا الموضوع وخريعا نحكي لمشاهدينا أنه شو هي الرقصة التقليدية اللي موجودة في بلدكم نعم أرسلونا إجاباتكم وتعليقاتكم على رقم الواتساب اللي بيظهر الآن أسفل الشاشة صحيح حيبا سننتقل الآن إلى مدينة الثقافة لهذا الأسبوع في محافظة نابل تعد نابل عاصمة الوطن التي تتميز بتقاليد وعدات ثرية أبرزها الصناعات الخسفية المزيد في هذا التقرير من دونس بأنغام الموسيقى التقليدية حلت محافظة نابل ضيفة على مدينة الثقافة بالعاصمة نابل التي تعد منارة الوطن القبلي التونسي أتت إلى تظاهرة أيام الشيهات بتقاليدها التراثية الفريدة أبرزها الملابس التقليدية التي تنفرد بخصوصية مميزة أهم مناسبة هي نوطية نوطية هي نفتفية بشل كبير عايش نقول نوط بشل كبير خطر زين برشا مطروز بالبصار فيه القمجة فيه الفرملة فيه الدين فيه القوفية فيه اختامراء فيه برشا معناها وتلبس العروس هي يصير ذهب اللي مولها ذهبت على عائلة الكل كنت تبدأ حتى أمها ما عنديش اللي مولها ذهبت على عائلة الكل باش تلبسوا ذهب بذيك بفتري زين اللي بس تقليدي كانت نابل تسمى في عهد الرومان بنيا بوليس وهي تعني الجنة الصغيرة جنة إضافة إلى جمال موقعها المطل على البحر الأضيض المتوسط تزدهر بصناعات حرافية عدة أبرزها الخزف والبلور والقفاف حدث مهم وكل جهة تقدم عزم منتوجاتها كما أحنا في نابل عنها الحصر وعنها الفخار الصناعة التقليدية التي تمتز بالطريزة وديها بدأت تندثرها الصناعة التقليدية وإن شاء الله اللي مزالوا يحافظوا عليها باش نعطيوها الأجيال القادمة إن شاء الله بحاول الله يحرص العارضون هنا على أن يحافظوا على موروث تقليدي متنوع تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل بل ويسعون أيضا إلى التعريف بخصوصية مدينتهم أينما ذهبوا أمين هذم العربي تونس لتغير المناخي مشاهدين أثار بيئة واضحة على البيئة وكوكب الأرض والأخطر أنه يؤثر بشكل كبير على صحتنا لسيما صحة أطفالنا فما هي التدعيات وكيف يمكن حماية الأطفال من أثار هذه التغيرات المناخية الجواب مع الاختصاصية في الصحة العامة راشا سادق صباح النور لكي دكتورة وأهلا بك يعني لا شك بأننا نلحظ مؤخرا العديد من التغيرات المناخية وحتى الحرائق الكبيرة كيف تؤثر فعليا هذه المتغيرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة على صحة أطفالنا بالتحديد التغيرات المناخية عندها أثار بتترتب عليها وبينانا على هذه الأثار بتحصل المشاكل الصحية فمثلا من الأثار المتوقعة حدوثة بشكل كبير هو زوبان الجليد اللي هو أصلا قد بدأ يحصل يعني فزوبان الجليد بيؤدي لتغيير في التيارات المائية وده بيأثر على الحياة البحرية بشكل عام يعني نعم بتأثر طبعا على تغزيتنا وكده كمان بيؤدي لارتفاع مستوى المحيطات الحاجة دي ممكن تعمل فيضانات وبنعرف أن الفيضانات بتجتاح المدن الساحلية بتهدم البنيات التحتية وكده ودي كمان برضو عندها مشاكل صحية بتترتب عليها فيه جفاف الجفاف ممكن تأثيره المباشر بيكون على التغزية لأنه بيأثر على إنتاج المحاصيل وبيكون فيه عدم توفر للأمن الغذائي للسكان فبالتالي بتحصل مشاكل المجاعات وأمراض سوء التغزية للأطفال وغيرها بالإضافة لأن الجفاف سوري غد يؤدي لهجرة أعداد كبيرة من السكان وأحيانا تحصل صراعات وحروب ودي كمان عندها مشاكل صحية تتكلمنا عنها قبل كده فيه من المشاكل المتوقعة حصول أمراض في مناطق ما كانت بتصهر فيها لأنه تغيير في درجات الحرارة ممكن يخلي المناطق تصبح مؤاتية لنمو بعد أنواع مسببات الأمراض من البكتيريا وغيرها وحتى نواقل الأمراض مثلا زي البعوض فمتوقع مثلا زي دينك فيفر والميلاريا تنتشر في مناطق ما كانت أصلا بتصهر فيها وحتى فيه مشاكل جديدة يعني مثلا في دراسات عمل في الملات المتحدة الأمريكية بتربط التغير المناخي بالتشوهات الخلقية في القلب لدى الأطفال يعني طفلة بتولد بمشكلة في قلبه إنه فيه زياد نتيجة لدرجات الحرارة ومتوقع زيادته يعني يعني إنه كل ما زاد يعني ما يحدث وما تحدث عنه من الأثار الكبيرة للتغير المناخي مثلا ما نشاهده كما تحدثت راوية مثلا في حرائق أستراليا والخروج التظاهرات الكبيرة من قبل الشعب الأسترالي بميلبورن بعدم المدن الأسترالية يحتجوا على قرارات الحكومة بعدم التصدي للتغير المناخي وأثاره السلبية وكأنه يعني فيه دور للناس وفيه دور أيضا للحكومات بالتصدي لمثل هذا الموضوع خبريني عن دورنا نحن كعائلات بالتصدي للتغير المناخي لحتى نحيض أطفالنا عن الأثار الجانبية التغير المناخي هو ظاهرة من سمع الإنسان يعني هو بيحصل كان بصورة بطيئة جدا حاليا في زياد كبير في درجات الحرارة نتيجة للثورة الصناعية وسوء الاستهلاث وسوء الاستخدام وغيره فإحنا كأسر طبعا مزئولية هي مزئولية الأسر ومزئولية الدول يعني الحكومات إنها مفروض تكون مزئولة من سياسات الإنتاج إنها تكون سياسات مزئولة إحنا كأسر دورنا ممكن نحصر في الاستهلاك المزئول أو يعني يكون فيه وعي بين الأطفال وغسرهم إنه كيف يقللوا تأثيرهم السيئة على البيئة بترشيد الطاغة استهلاكها استخدام مثلا الملابس إنه إذا صغرت مثلا على أطفال نمكن نتبرع بها لأطفال تانيين يكونوا في حوجة لها الريسايكلين لكل المنتجات حتى المخلفات يعني كيف إنه ممكن نعمل فرز للمخلفات المنزلية وكده يعني إحنا ممكن نبدأ بنفسنا بعد ذلك نطالب إحنا للحكومات باستهلاك الطاغة المتجددة حتى في مناطق في ناس بدوا بمؤادرات زي دي يعني إنه استخدم الطاغة الشمسية أو الطاغة المولدة عن طريق الرياح ويستفيدوا منها وحتى ممكن الطاغة المنتجة تكون بتكفي المنزل وتكفي النازل المجاورة دكتورة التي تتحدثين عنه هو ثقافة مجتمع يجب تعميمها بالتعاون بين الحكومات الناس وأيضا المجتمع المدني وكافة الأطراف ولكن على الأرض يعني خاصة الأطفال بالدول النامية ماذا تقولين للأطفال وللأهل تحديدا عن مناعة أطفالهم لأنه مناعة الأطفال بعمر معين لا تكون قادرة على الدفاع عن أي عنصر خارجي خاصة بأنه بالدول النامية تحديدا ليس هناك معايير نظافة عالية يعني منلاحظ أنه فيه كثير من مشاكل النفايات ميهسر في الصح مياه الملوثة مياه الملوثة الأطفال زي ما ذكرت إنه منعاتهم أقلة وعادة هم الأكثر عرضة لمسببات الأمراض بحسب اليونسيف يعني الأمراض المرتبطة بالتغير المناخي بتحمل عبقها بما يقارب تزعين في المية بتحمل عبق الأطفال نعم فإحنا محتاجين ننشر ثقافة الوعي بين الأطفال بين الأسر لكن الوعي يعني لحاله ما كافي يعني محتاجين سياسات دولة فبالله إنه الأطفال زي ما قلنا هم من بيحملوا العبق الأكبر الأطفال الفضل يعني هيدا سؤال لأنه ليه لعب إلا أكبر على الأطفال وليس الكبار الأطفال تكمينوا الفيسيولوجي يعني وظائف أعضاهم بتختلف على الكبار مثلا معدل تنفسهم أسرع ضربات قلبهم أسرع الحاجة دي بتخليهم استنشقوا مسببات الأمراض بصورة أكبر بتنتقل في دمهم بصورة أسرع من الناس الكبار جهازهم المناعي غير مكتمل فبالتالي استيابة جسمهم لمسببات الأمراض بتكون أضعف الأطفال كمان بيعيشوا في بيئة ملوثة يعني مثلا البالغين لما نشأوا كان الوضع في البيئة أفضل قليلا يعني من الآن لكن الطفل إذا حيعيش 80 سنة 80 سنة بيعيش في بيئة ملوثة ففرصة إصابته بالأمراض أكبر وزي ما قلنا إنه المياه ارتفاع درجات حرارة المياه بساعد في نمو بكتيريا كانت ممكن تعيش فيها فبساعد في انتشار الأمراض كمان المنغولة بواسطة المياه بصورة أكبر فبنلاقي إنه هم الحلقة الأضعف بالذات الأطفال من أسر فقيرة أو بيعيشوا في مناطق فقيرة فدايما بيكونوا وضعهم أسوأ من غيرهم لأنه الوضع الاقتصادي غير مساعد ل زي ما ذكرنا قبل كده إنه بيكون البيئة الفقيرة بيكون ما في معايير نظافة أيوة ما في مغايمات الحياة الأساسية اللي هي المياه الصرف الصحي دكتورة أطفال الدول التي فيها نزاعات وحروب يعني سوريا السودان العراق هؤلاء الأطفال حتى فلسطين أيضا هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون لكميات هائلة من المواد الكيموية نتيجة القصف الأسلحة المواد المتفجرة كلها مصادر تلوث هذه كيف يمكن التعامل مع الموضوع يعني على نطاق ربما ضيق على نطاق البلدية الأهل المدينة الدولة المشكلة المشكلة أنه أسارة على الأطفال ما أسار لحظية عشان تتصدلها طويلة الأمد أنه بترافق الطفل مدى حياته فلذلك أنه الفكرة الأساسية هي منعة من الحدوث أنه أساسا ما مفروض تحصل لأنه التصدي لأسارة في حد ذاته مشكلة وتحدي يعني أنه في النهاية الأسار مهما الناس تقيف عشان تتصدلها في النهاية الأسار بتحصل وبيتكون طويلة الأمد وبيترافق الطفل مدى حياته يعني إذا انفجر فيه لغم رجله ودقطعات مثلا هيعيش بيعاقة مدى الحياة فمحتاج كمية من الدعم النفسي والدعم المادي والمجتمعي عشان هو يقدر يعيش حياته كفرد في هذا المجتمع من غير ما يلاقى صعوبات نعم كنت حابة أسألك عن أنه تغير المناخ يعني وتأثيره على الطقص اللي نحنا عم بنعيشون كانت البرد عم بيصير شديد البرودة أو الحر عم بيكون كمان أو الحر عم بيكون شديد الحرارة بالنسبة لهذا الجو اللي نحنا عم بنعيشه هلأ هناك برد شديد هناك أطفال عم بيعيشوا يعني عائلات تعيش في العراء يعني كمية كبيرة من اللاجئين وسائل التدفئة غير صحية خبريني عن هذا الموضوع أكتر وشو البدائل يعني اللي ممكن الأهل يستخدموها إن كانت في المنازل إن كانت خارج اللي ساكنين في العراء لحتى يأمنوا لحالهم وسائل تدفئة في هذا الجو تكون كمان أحسن وأفضل لأولادهم وتحميهم من الأمراض يعني أمراض الصدرية يعني الأطفال محتاجين يلبسوا يلبس دافي يتدفوا فالتدفئة في بعض الأسر بالنسبة لها بتكون ما متوفرة أساسا في كيف نقدر نحمي أولادنا من هذه الأجواء الخاطئة أو الأجواء اللي يعني من صنع الإنسان مثل ما أنت يا حكيتي المشكلة بتكمن في أنه الفرد دوره ممكن يكون قليل جدا في الحاجة دي يعني مثلا في التخطيط المدني ممكن تتأسس أو تتبني البيوت بطريقة أنه تكون مثلا نعازل الحرارة لدريات يعني بتقدر تتحكم مثلا في دريات الحرارة الحاجة دي أنا إذا فرد عندي مقدرة مادية ممكن أقدر أعملها غير كده ما بقدر فدي بتبقى مزئولية الدولة إنها توفر للناس مساكن بحيث إنها تكون مهيئة إنها تحمي برد الشتاء وحر الصيف وبينلاقي التغير في دريات الحرارة أكتر تأثيره على الأطفال يعني عموما الجسم عنده المقدرة إنه يحافظ على دريات حرارته لكن الأطفال مقدرتهم على تكييف دريات الحرارة بتكون أقل من الناس الكبار يعني ضربات الشميس أو ضربات البرود الشديدة اللي بتأثر على الأطفال ممكن تؤدي إلى إنهاء حياتهم ودي مشكلة في حد ذاتها غير الأمراض التانية فمحتاجين تصرف يعني أنا بفترض أنه على مستوى الدولة على مستوى التخطيط المدني على مستوى على الأجل منظمات المجتمع المدني إنه توفر للناس وسائل التدفية بزاة الأسرة الفقيرة والمستضعفة لأنه هم اللي بيحمل العبء الأكبر طب ماذا عن هل هناك ربما طعم خاص يعطى للأطفال للتخفيف من تفاعله مع العناصر البيئية الملوثة الخارجية هل توصل العلم إلى هذه الدرجة من التطور يعني أمور قد تحمي قد تزيد من مناعته إرشادات قد تعطينها للأهل لزيادة مناعة الأطفال وبالتالي مقاومته لأي عنصر خارجي ملوث مقاومة الجسم يعني الجسم عنده المقدر على التصدي للملوثات من خلال الجهاز المناعي الجهاز المناعي يتقوى بحكتين يتقوى بالتغذية الجيدة وبالتضعيمات زي ما أنت ذكرت للأمراض يعني مثلا الالتهاب الرئوي هو ممكن يكون المسبب الأول للوفيات لدى الأطفال وبيلعب تلوث الهوادور كبير في انتشار المرض طبعا ففي طعم حاليا مثلا وغيره من الأمراض يعني المنشورة وفي تضعيمات ضدها دي ممكن تقلل من انتشار الأمراض لكن زي ما قلت إنه مفروض نحن نوقف التغير المناخ الحاصل عشان ما نصل لمراحل ما فيها خطعة يعني مراحل تكون مدمرة وممكن يعني حسب السيناريوهات الأسوأ إنه ممكن تكون نهاية لحياتنا مثلا على التوقع طيب دكتورة يعني المسببات موجودة وعن بنعيشها كلنا ولكن العلاج هو علاج مش فقط من الفرد هو علاج جماعي وحكومي يعني بالأساس شو الإرشادات اللي بتنصحيها للأهل حتى يعني على قليل يقللوا نسبة الأمراض اللي ممكن أنها توصلهم لأولادهم بالنسبة بالنسبة للأهل مفروض يعوين عندهم دور في التصدل التدهور المناخي الحاصل إدوا بخطوات بسيطة من المنزل زي ما ذكرنا لا ولكن على صعيد الصحة أنا عم بيحكي مش عصاعد فرز النفايات وعصاعد صحتهم شو لازم يعملوا فحوصات قد يلازم يعني يودوا أولادهم على الأطباء بالنسبة للمتابعة الصحية معروف يعني كل ما كان الطفل في عمر أقل بيتابع بصورة مترددة أكتر ويعني كل ما يمشي مثلا للتضعيم بيحصل لكشف طبي وبيشوفوه وكده لكن الفكرة الأساسية إنه إذا حص الطفل بأي عرض إنه الناس ما تهملوا وتطلب الخدمات الصحية يعني تمشي المستشفيات وتكابل الأطباء وتشوف المشاكل الموجودة إذا في درجات حرارة شديدة الناس تحاول تتفاد مثلا الطلوع في الخارج في الأجواء البرد الشديد والحر الشديد مثلا إذا في أي مشكلة بيئية يعني الناس حست إنه في تغير في المناخ كبير الناس تحاول داخل المنازل تتفاد الخطر الأكبر مناطق الاستحام الناس تتفاد لأنه يحصل فيها انتشار كبير للأمراض وكذا لكن الحاجة اللي أنا حابة أقول إنه لما تحصل الأوبئة بيبقى الكنترول صعب يعني إذا وصلنا مرحلة إنه انتشار الأمراض كان بصورة كبيرة بيبقى محافظة الفرد على نفسه بتبقى أزعب من إنه يكون في حالات مرضية متفردة يعني فبيبقى هنا دور الدولة أكبر ومهم جدا جدا خاصة من الدول الفقيرة إذن رشوء الصادق اقتصاصية في الصحة العامة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والنصائح طبعا سنذهب وإيك الآن إلى فاصل نتابع بعده فقرة مهمة جدا للأشخاص اللي بيحبوا عالم الحشرات وحقائق غريبة انتظروها مع محمد غاملوش فاصل ونعود صباح نود لكم جديد مشاهدينا يعني شفر سم اليوم اختار لنا طبق من المطبخ الفرنسي اللي بيبرع فيه العادة صباح نود لك صباح نود لك كيف حال تمام يلا خام نبدأ صباح ومشاهدينا اليوم اختار لكم من المطبخ الفرنسي اكل كتير طيب بعيدا عن فخاد الدجاج اللي نحن بالعادي بالبيت منقلية منشوية منتبلة ومكسبرة منشوية على الفحم بالفرن اليوم راح نعمل فخاد الدجاج محشية جبنة ومقلية بعجين تمبورة تمبورة لهي شرقية بس أنا دمجد بين المطبخين صار مطبخ معاصر أنا عندي هون فخد من الجاج هيدا الفخد بدي سحبه من العضب لحتى أفرمه ناعم ويصير عندي دبوس من الجاج محشي بقلبه جبنة الأول خطوة عندي هون بعمل هيك بالسكين لحتى أقطع الجلد والأعصاب الموجودة من فوق إذا لاحظنا هيدا أول عصاب طليل معنا يعني يقتسر هذا الطبق على استخدام الفخد وليس أي قطع أخر صحيح تماما ومنشان ما نعزب بالسعادة المشاهدين لأنه أنا بدي العضمي هاي فأنا بفتل بيدي ويطلع بيهي الشكل هيدا بتصير عندي العضمي جاهز هاي العضمي أنا بيحاجتها ليش لا تعطيني شكل الصحن أو الطبق اللي بدي يكون في عضمي تاني تحت بالفخد دائما بتكون كمان رحشيلها لهي الطريقة بدي ننتبه نحن وعن نسحب الفروج أو الفخد من السكين إذا كانت حدي كتير ما نروح أسبعاتنا هلا في ناس بتحب تضيف الجلد وفي ناس لا أنا اليوم بدي حط الجلد ما أنا محبة حط جلد يعني بقلبها يعني غريب الأمهات أصلا كتير بيحبوا حط جلد جلد هلا طيب ببعض الأكلات بس هاي الأكلة أنا ما بدي حط لها فيها جلد لأنه فيها جبنة وفيها كتير مواد دسمة هندي هون كمان العضمي الصغيرة بهي بطريقة وبتخلص منه هلا لكب بيتهم أنا بالعادة بيغليهم بعملهم باقة عطرية بيصير عندي برقة جاج بفيدا عن كبشي هلا عندي هون فخد صار جاهز وعبارة عن هبرة بدي أفرموا بشكل ناعم يعني تفضل فرموا بالسكين قطع كبيرة وليس لحتى أخذ هيدا الطعم الطيب بيفرقوا معي إذا عملتوا بطل بالعجانة أو بطاحونة اللحمة بيطلع كتير ناعم ما بقى بمبسط بطعم الأكل هيك مرتين ثلاثة بأخذ القطع التانية بدي انتبه من الأعصاب الأعصاب لأنه بتعلق ما بدي إياها كمان بفرموهم بشكل ناعم يعني هاي الأكلة راح أدم معها البطاطا دوفينواز كمان من المطبخ الفرنسي أو قراتان البطاطا بيسموها نعم بتختلف بس إذا بننضيف جبنة زيادة عليا هلأ انت قلتلي كيف راح يطلعوا هيك إيه يعني خلينا نشوف مع مشاهدينا الشكل اللي عم حدث عنه الشاف استغربت يعني صار مثل بول أو كرة كرة العدمة الدجاج موجودة فيها خلينا نشوفها سوا طبعا هلا هون شو راح يصير عندي الدجاج فرمته وعندي العظمي صار جاهزي هيدا الدجاج ما بيمسك على بعضه هيك نعم بنرشله شوية ملح رشل لتماسك فلفل أسود لتماسك مع الطحين الصغيرة يعني الطحين بيجعل أي مادة تتماسك حتى لو كانت ليست سائلة تماما هلا هيك سرع عم يلزع على أيدي صارت مثل عجينة تماما هلا شو بعمون على ورقة مطبخ ورقة نايلون بمده بهالشكل هلا صار عندي شكل دائري حط شوية جبنة تشدر تشدر فينا أمنتال كمان فينا أي نوع جبنة روكفورد بصير عندي هون بوزريلة وفينا أشقوان كمان أنت بتفضل بأكثر من طبقة تخلط بالأجبال تطلع أنك أطيب هلا العظمي بس بعملها هيك وبلف كيس النايلون بس نشوف بهيدا الشكل أنا شوف مع المشاهدين أصلا بدي لفهم على بعض لحتى يصير عندي العظمي من فوق واللحم هلا بشيف كيس النايلون شوي ما بتكون كتير متماسكة هذه ما لازم نقليها خوراً لازم نحطها بالفريزر على قليل لساعة لحتى تنسك كل المواد مع بعضاً ولدتها فطحين تنبورة بهالشكل هيدا ومنتركها بالفريزر لمدة ساعة لمدة ساعة تقريباً أو فينا نتركها يعني لتاني يوم لحتى تفرز مظبوط هلا خلفنا من مرحلة الأولى بس سهلة جداً يعني أي شخص ممكن يقدر يعمله تماماً هلا رح نلتها بشيء اسمه عجين التنبورة عجين التنبورة هي عبارة عن طحين عندي هون طحين هلا هي مقاديرة لستة البيت إذا ما بتعرف المقادر مظبوط لتر من المي 400 جرام من الطحين صفار بيضة واحدة رشة ملح بتطلع عجين التنبورة جازي في ناس بتساوية بالحليب في ناس بالمي أنا اليوم بتساوية بالمي والحليب شو الفرق بالطعمة تعطيني طعمة أطيب بالحليب نعم وما بدي إياها كتير لسمي لهيك ضفطلة المي رشة ملح صغيرة وبدنا ننتبه عجين التنبورة لا نسائلة ولا نماسكة نعم لازم تكون متوسطة متوسطة تماماً شوية مي وبحركهم كلما بعض أحياناً تكون هذه العجينة حر قليلاً إذا حطينانا البابريكا شيلي أي نوع حر كمان تطينا النكل اللي بدنا يعان هاي أكتر شيء نستخدمه مع القريدس صحي كرمال هاي كمان هاي حركناهم كلما بعض القوام صار شوي رخوا إسه بدي شوي حريب وهنا يعني اللي ذكرته حضرتك هو فكرة لسيدة المنزل حتى تعمل للأشخاص اللي بيحبذوا الدجار أو حتى الريدس بردتو بالتمبورة نرجع منذكر بعد ساعة بالفريزر أو ثماجة أنا هدون مطلاجين معي عملتهم حطيتهم قبل بساعتين بالفريزر صار عندي بهاي الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل نعم هلا بدي لبطون بهذا الشيلم أرمش هيك طلعت عندي بالنهاية هلا على زيت نوعا ما حامل باعتقد انه باعتقد انه باعتقد انه الأطفال بيحبذوا هذه الأكلة كتير يعني هي وجبة متكاملة كمان راح نساوي مع البطاطا دوفينواز كتير كمان طيبة هلا بعد ملتتها بالطنبورة ملتها بالضيق الدراء أو الكورنفليكس الناعيم بتطلع عندي بهذا الشكل هيدا بنسقط واحدة تانية جنبها ديتها يعني للأشخاص الذين يتبعون حمي غذائيه ما فيوني قلبوا لهذا الطبق أبدا لأنه مقلة مقلة في كتير تحيل هلا نسمح لهم بالويكند في يوم بالأسبوع أو ساعة باليوم بيبشي حالك هلا راح نعمل إياك بطاطا دوفينواز يلا نعم بطاطا دوفينواز عندي هون فخارتين بصير فخارة كبيرة و بصير بصينية بالفرن راح حط شوية زيت نباتي عندي هون بطاطا مقشرة ومقطعة بطاطا بشكل مربعات واذا ملاحظ هي ليني لأنه بنا أعتب مي وملح راح ضيفها بكعب الفخارة بهذا الشكل بأول طبقة لكن شرائح ما بتكون سميكل حتى تستوي بطريقة سريعة هون أنا عندي حطيت كريمة فريش مع توم وملح وفلفل أسود راح ضيف عليهم كمان كريمة فريش شوي بطر عندي هيد الخليج راح ضيف شوية جبنة كطبقة متوسطة لإلى كمان جبنة من النوعين يفضل هايدي اللي قليناها نقلية نصف قليب الأول لحتى يرتاح اللحم نرجع نشوف نشوف شو صار معنا هون لأنه حترجع تدخل إلى الفرن شحية؟ لا راح نرجع لقلية تانية مرة ها هيك برح تطلع بالشكل النهائي جميل بهيدا الشكل ها هلا كمرا راح نعمل واحدة تانية بس ننخلص البطاطة الدوما نواز عنا هون الجبنة إذا قلنا هون كريمة فريش مع توم مع ملح نعفلفو الأسود منضيف شوي عليهم بهيدا الشكل ومناخد طبقة رئيئة رئية كتير بطاطا فوق بنا ما قلت لي حبيتيا حبيت هلس اليوم ما هزومي على الغداء ناخد واحدة ريئة كمان مناخد شوية جبنة ما منكتر لأنه الجبنة علوش رح تحمر وما تستوي معي البطاطا بس رحضي فوق منها كريمة فريش أنا هون سالق شمندر كمان رح زين فيه الطبق شمندر مع شوية ملح وفل في الأسوار بهي الطريقة هيك سام عروف الآن هو موسم الشمندر وقيمته الغذائية العالية جدا ألوانه وطعمته الفوائد الغذائي اللي بيعطينا إياها بهي الطريقة صار عندي بطاطا دوفنواز نعم فدغموا نحطوا بالفرن قداموا المدة الدخولوا على الفرن مدة الاستيواء تقريبا من 20 إلى 30 دقيقة على درجة حرارة 170 نعم بس لازم نضيف كريمة فريش مثل ما قلنا حتى تستوي معنا البطاطا نعم هلا بنعمل الشيء الثالث اللي هي كمان الفخد هلا إذا كانت مفرزة يفضل مثل ما قلنا نشمع بالأول أو نصف أليه وبعدين نقلي يقلي جاملة كمان الفخدر 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 وضفنا عليه الجبنة الشيدر و الجبنة المزرلة وغلفناه مع العظم الأيلوم نحطه في الفريزر مدة ساعة لساعتين لتاني يوم ويضاين هيك بالفريزر ثلاثة شهور حتى لحتى نقلي بعدين لطيناه بالطنبورة الطنبورة هي عبارة عن طحين مع حليب ومي ورشة فلفل وشوية مي وحطينا كمان بيضة شوية ننساها شوية لزوجة وبعدين حطيناهم بالكورنفليكس وقاليناهم بالنسبة للبطاطة الدوفنواز عندي بطاطة الشرطة الطاطة نقعته بمي وملح حطيت بالفخارة شوية زيت بطاطة جبنة نوعين كمان ضفت عليك كريم فرش معتوم وفلفل أسود وملح ضفت عليك كمان طبقة تانية بطاطة وجبنة وحطيتها بالفرن هلأ عشرين دقيقة رح تكون الوجبة خالصة بدنا نشوف أنا وياكي بنهاية الحلقة كيف رح تكون النتيجة بشكل نهائي أكيد بتشاهد شكرا لك شاف في نصيحة وجهت للمشاهدين فلنشاهدها سوية المشاهدين رحيل السلطان قابوس صاحب وأطول فترة حكم في العالم العربي هذه هي أهم محطات هذا الرجل في فيديو لأنا العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أسألك الحيوان الأقوى أو الحشر الأقوى هي الخنفسات أين تتواجد؟ ما بنلقيه بالدول العربية هل تتواجد في أفريقيا؟ قلما نجد هذه الحيوانات في دولنا العربية بطبيعة الحالية تحتاج إلى نوع من الطقس الاستوائي بعضها موجود في أمريكا الشمالية البعض الآخر في آسيا في جنوب شرق آسيا ولكن معظم هذه الحيوانات هي موطنها أفريقيا وهنا تكمن أهمية هذه القارة أصلا أهم المخلوقات بالثروة الحيوانية بشكل عام موجودة بأفريقيا صحيح صحيح لنستكمل إلى عثي أطلس وبحسب موقع ناشنال جيوغرافيك تحمل هذه العثة الضخمة على جناحين يبلغوا طولهما طوله الواحد منهما 25.4 سنتيمتر مع أطراف الجناح قبل ما أقول السر الذي موجود في هذه الصورة راوية وهبة شو في شي غريب نبين بالصورة؟ غريب؟ غريب هيك يمكن أن يوحي إلى أمر ما إلى أمر ما؟ خليني ساعدكم أكتر يشبه رأس أي حيوان هذا رأس الثعبان وهي واحدة من أغرب الضواهر في مملكة الحيوان يعني هذه الحشرة يعني ما زلنا إلى اليوم نجهل على الطرف عين إلى طرف جناحها نأسة صحيح صحيح وهي واحدة من أغرب الظواهر في عالم الحيوانات نعم بسبب الأنماط الموجودة على أجنحتها تعرف أيضا باسم عث الكوبرا يمكن العثور يغثور عليها في أجواء المحيط الأطلسي في الهند وجنوب شرق آسيا وغالبا ما يتم تربيتها من أجل الحرير إلى ذبابة العقرب من النظرة الأولى نفسها يمكن أن تفهم لماذا تسمى هذه الحشرة بذبابة العقرب لها تشابه كبير مع العقرب ولكي نكون دقيقين أكثر ذيل ذبابة العقرب الذكر يميل إلى أعلى تماما مثل العقرب ولكن على عكس العقارب فأن هذه الحشرة لا تلصع ولا تضخ السماء بذيلها سعى العقرب قاتلة سعى العقرب سمه القاتل هذه ذبابة مسالمة فقط لها شكل العقرب دون فعالية العقرب نعم نسف لك محمد عبدوش على كل هذه المعلومات القيمة فعلا شكرا والجديدة بالنسبة لنا وإلى فقرات أخرى ومعلومات وحقائق أخرى حول العالم ننركل طبعا نهبة قبل الختام بأن هذه الحيوانات هي مهمة جدا لأنه مننا بناخد أي طعم ربما مضاد لأي عقصة لو لا حشرات بلوساطة لا ما كنا تواجدنا لها أهمية ليست قاتلة أنا أمل أن يكون استخدامها كمان غير منافع للطبيعة أو للبيئة مثل ما نشوف هلأ من نتيجة أعمالنا على كل حال بدنا نشكرك كتير شكرا محمد ونروح أنا وأنتي راوية لفاصل حصير ومن ثم نعود لنكمل باقي فقرات صباح النور ابقوا معنا صباح النور من جديد إلى القسم الثاني من صباح النور يعني هبا صباح نور لكي ري صباح النور مرأة كيفك ماشي الحق لا ما هي آخر أحداث الساعة مشاهدين وضيف الفقرة السياسية مع زميلة ليال تفضلي شكرا راوية مشاهدين أهلا بكم من جديد إلى مجازن لأهم الأنباء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن السعودية دفعت مليار دولار مقابلة طلبها نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة وسائل أعلام إيرانية بثت مقاطع مصورة لطلاب جامعيين ومواطنين تجمع وسط العاصمة طهران للمطالبة بإقالة كافة المسؤولين الذين تسببوا في حديثة إسقاط الطائرة الأوكرانية في منتصف ليلة السبت الأحد بدأ سريان هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا كان دعا إليها الرئيس الروسي بلاديمير بوتن ونظيره التركي راجب طيب أردوغان خلال قمتهما في إسطنبول الأربعة الماضي الاحتجاجات عادت إلى شوارع مدينة بيروت بعد أن خفز خمها في الأسابيع القليلة الماضية رفضا للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعيشها لبنان مشاهدين لا تأتي الأزمات فرادة في هذه الأيام على إيران فبعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني أقرت طهران بإسقاط طائرة البوينغ الأوكرانية عن طريق الخطأ بعد أن رفضت هذه الفراضية لأيام في وقت كانت فيه تراقب خروج محتجين في إيران يناددون بسياسة النظام وعراقيين في بغداد ومحافظات الجنوب رفعوا شعارات لا لإيران ولا لأمريكا لماذا غيرت طهران إستراتيجيتها وتبنت إسقاط البوينغ الأوكرانية ولماذا لم يخفف مقتل سليماني حدة الاحتقان الشعبي ضد النظام الإيراني في طهران وبغداد معنا هذا موضوع نقاشنا مع دكتور مروان قبلان مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هو معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة دكتور مروان صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي صباح الخير شكرا عيش الضعفة أهلا وسهلا إذن يوم أمس محتجون أتوا إلى حرم إلى محيط جامعة أمير كبير في وسط العاصمة الإيرانية طهران حزنا على من قضوا من ذويهم في حديثة إسقاط طائرة البوينغ الأوكرانية وعلى متنها يومها كان 176 غالبياتهم من الإيرانيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة الإيرانية والكندية معنا هذا المشهد سرعان ما تحول إلى احتجاجات نادى المحتجون بسقوط الدكتاتار على حد تعبيرهم دكتور مروان بداية كيف تحولت مشاعر التعاطف مع النظام الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني إلى احتجاجات مجددا خرجت بطهران ضد النظام بالعاصمة الإيرانية طهران أنا أعتقد أن سبب الرئيس هو طريق التعاون والسلطات الإيرانية مع حادث سقوط أو إسقاط الطائرة الأوكرانية أنا أعتقد أنه ترقى إلى مستوى الفضيحة إذا شئتي أن نستخدم هذا التعبير لأن السلطات الإيرانية على مدى ثلاث أيام متواصلة كانت تنكر بشكل شديد أن تكون طائرة قد أسقطت بصاروخ وأن هذه الفرضية كانت تلوح في الأفق منذ البداية طبعا هذا النم على شيء كان ينم عن مستوى الأرباك الذي أصاب إيران بعد مقتل الجنرال السليماني يعني عدم القدرة على التمييز بين طائرة وبين صاروخ لأن الإيرانيين اليوم يقولون بأنهم ظنوا أن الطائرة عبارة عن صاروخ كروز أمريكي فعدم القدرة على التمييز بين صاروخ وبين طائرة أمر طبعا يثير للإحراج من جهة من جهة أخرى يعني كان هناك تقصير واضح من قبل السلطات الإيرانية بأن كان يجب أن تغلق المجال الجوي أمام الطيران المدني أو أن تغلق مطار طهران على الأقل الأمر الثالث أنا أعتقد أن هذا الذي تسبب بالاحتجاجات التي خرجت بالأمس كما ذكرت لك هو طريق التعامل الإيرانيين أو الحكومة الإيرانية مع الموضوع أنكروا بشدة في البداية ثم اعترفوا بعد أن تبين أن ليس هناك أي مجال الاستمرار في الإنكار أصبح هناك حجج دامغة بأن الطائرة أسقطت بصاروخ أنت تعرف في الفيديو الذي نشرته صحيفة نيويوك تايمز قبل يومين وأوضح أن الطائرة فعلا سقطت بصاروخ أو تعرضت لجسم ناري أسقطها في الجو أنا أعتقد أن هذا الأمر هو الذي تسبب بهذا المستوى من الأرباك يعني في إحراج شديد جدا لدى الإيرانيين في طريق التعامل حكومتهم مع هذا الموضوع يعني كان الموضوع من البداية واضح أنه وقع خطأ يعني أكيد إيران لم تسقط الطائرة عمدا أسقطتها بالخطأ كان يجب أن تعترف منذ البداية بأنها أسقطتها بالخطأ بدل من أن تستمر في الإنكار على مدى كما ذكرت لك هذه الأيام الثلاثة خرجا للمحللون والمسؤولون والسياسيين والعسكرين في إيران يتهمون الغرب بأن هناك محاولة تشويه صورة إيران من خلال إنصاق تهمة إسقارة الطائرة بها يتبين في نهاية المطاف أنه فعلا الرواية الغربية كانت أقرب إلى الصحة وبالتالي الإنكار الإيراني كان حقيقة استمرار لعدم الشفافية في التناول كثير من القضايا ومنها طبعا وآخرها قضية الطائرة الأوكرانية هذا ما قد يزيد بعزلة إيران دكتور ماروان 72 ساعة مضت قبل أن تقر طهران بأنها بالفعل الطائرة سقطت بفعل خطأ بشري ما ستكون تداعيات هذه الحادثة بالقريب والبعيد على الدخل الإيراني على النظام الإيراني تحديدا دكتور ماروان أنا أعتقد أن التداعيات بدأت تظهر بالشكل الواضح منذ الساعات الأولى لإعتراف إيران بذلك موجة الاحتجاجات التي تأتي مجرد بعد أقل من أسبوع أو حوالي أسبوع من مقتل الجنرال سليماني تعرفي أن النظام في إيران حاول استخدام مقتل الجنرال سليماني على نطاق واسع للحشد والتعبئة والتجيش خلفه تعرفي أنه كان في مظاهرات أصلا في إيران في منتصف شهر نوفمبر الماضي لذلك جاء موضوع أو مقتل الجنرال سليماني إذا شئت بشكل أشكال هدية للنظام لرص الصفوف خلفه ولإسكات أي أصوات معارضة لكن للأسف الذي حصل للطائرة الأوكرانية قلب هذه الاستراتيجية رأسا على عقل بدل أن تستمر هذه موجة الحشد والتعبئة والوقوف خلف النظام بدأنا نشهد أن حصول مظاهرات نتيجة كما ذكرت لك سوء التعامل مع حادثة إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية على المستوى القريب بدأنا نشهد تداعيات مرتبطة بإعزوف كثير من خطوط الطيران العالمية عن استخدام المجال الجوي الإيراني وسوف النظام يجبر أيضا على دفع تعويضات كبيرة لعائلات الضحايا الذين سقطوا في هذه الحادثة إذن أنا أعتقد تداعيات سياسية تداعيات اقتصادية تداعيات على صورة النظام في إيران في الداخل والخارج أعتقد أن هذه الحادثة لا يمكن التقريب من أهميتها على أطلاق نعم دكتور مروان هذا مع العلم أن إيران كانت تراقب الاحتجاجات بالداخل وأيضا بالعراق المجاور التظاهرات خرجت بالمثل ببغداد ومحافظات الجنوب رفضا للهيمنة الإيرانية والهيمنة الأمريكية على حد سواء أي بصريح العبارة العراقيون وضعوا من يعتبرونهم ضد بلدهم الأمريكيين والعراقيين على نفس المستوى بما يسببونه بالداخل العراقي دكتور مروان ما ستكون تبتبعيات ذلك خاصة أنه بالعراق أيضا شهدنا هذه اللحمة بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني على الأراضي العراقية قبل أكثر من أسبوع ببغداد أولا الأسباب التي أدت إلى خروج المظاهرات في المدن العراق الجنوبية وفي بغداد ما زالت قائمة لم تختفي لم تتغير مقتل الجنرال سليماني ربما أثار حالة من الخوف بأنه قد تؤدي إلى نشوب حرب في المنطقة هذا أدى ربما إلى تراجعها واستغلال طبعا حلفاء إيران في العراق لهذه الحادثة في محاولة لقمع حركة احتجاجات المستمرة من حوالي ثلاثة أشهر لكن العراقيين من جهة أخرى لا يريدون لبلادهم أو هذا ما أوضحته لهم حادثة مقتل الجنرال سليماني بأنهم لا يريدون لبلادهم لا يريدون الآخرين أن يحولوا بلادهم أقصد إيران والولايات المتحدة لا يريدون أن يحولون بلادهم إلى ساحة صراع بين البلدين طبعا هذا بمجرد أنه صار في مجال لأن يعبروا عن رأيهم مروا أخرى بهذا الاتجاه خرجوا بهذه المظاهرات رافضين أن يتحول العراق إلى ساحة صراع إيراني أمريكي من جديد لأنه أنت تعرفي قتل جنرال سليماني على أرض عراقية والرد الإيراني جاء على قاعة عين الأسد وفي أربيل على أرض عراقية وبالتالي هم يرفضون أي نوع من أنواع التدخل الوصاية والحسابات التي يمكن أن تصفى على حساب هؤلاء العراقيين وما نعيشه حاليا دكتور مروان هل هي صراحة محارب التقاط أنفاس قبل بدء مرحلة جديدة من التصعيد بين الجانبين كيف تفسرون هذا الحدوء الحذر بين الجانبين المتقاتلين على أراضة عراقية ألا وهما الجانب الإيراني والجانب الأمريكي على حد السواء الواضح يعني بعد ما حصل بعد تطورات الأسبوع الماضي كان واضح أن الطرفين صعدوا إنما صعدوا وفق حسابات حسابات كل طرف كان واضح أيضا بأنهما لا يريدان الذهاب إلى مواجهة شاملة لا يريدان الدخول في حرب مباشرة للرئيس الأمريكي في مزاج لدخول مثل هذه الحرب بأنه أمامه انتخابات صعبة هذا العام ولا يريد أن يذهب إلى الانتخابات بعكس الوعود التي قطعها للأمريكان وهو الانسحاب من العالم عدم التورط في مشاكل عدم التورط في حروب جديدة وهو الذي لام أسلافه على صرف مليارات بل تريليونات الدولارات على حروب غير مجدية كانت بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية النظام الإيراني من جهة أخرى يعرف بأن أي حرب أو مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة لن يستطيع أن يربحها على الأطلاق بل ستكون لها نتائج عكسية عليه في ظل وضع داخلي صعب جدا وفي ظل فجوة تزداد بين الشارع من جهة وبين النظام من جهة أخرى لأسباب مرتبطة بالاقتصاد التحديدة ومرتبطة بإدارة شؤون الدولة وتدخلاتها الإقليمية من جهة أخرى وصرف الموارد الإيرانية على مشروع يعتقد الإيرانيون أنه لا يعنيهم بل يزيدهم عزلة في الإقليم والعالم ويكبدهم خسائر اقتصادية هم أولى بالحصول عليها إذن طرفان حقيقة الأمر لا يريداني مثل هذه المواجهة لكن أنا أعتقد بأنه سوف يستمر حالة التصعيد أو بالأحرى سوف يستمر حالة التوتر المحسوب بينهما في المنطقة يعني اليوم نشهد مزيد من العمل العسكري على حلفاء لإيران في الساحة السورية يعني فجر الجمعة مثلا وقعت غارة كبيرة على قافلة لأحد الفصائل الحج الشعبي التي كانت تنقل أسلحة ومعدات من العراق إلى سوريا وأدى إلى خسائر كبيرة في صفوفها إذن مثل هذه الحوادث سوف تستمر برأيي لكنها كما ذكرت لك على الأرجح لن تؤدي إلى مواجهة شاملة بين الطرفين وما سيكون عليه مصير قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق قصلا من رئيس الأمريكي تهدد العراقيين لن نخرج قبل أن تدفعوا لنا أموال مقابل قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية بالأمبار وقال إن لديه هذا الأموال خاصة الوداء العراقية الموجودة بالمصارف الأمريكية يعني أنا أولا قبل حادث اغتيال سليماني أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي لم يكن لديه مشكلة كبيرة مع خروج القوات الأمريكية يعني تعرفي أنه هو أصلا من أنصار صاحب القوات الأمريكية من أنحاء مختلفة من العالم لأنه هذا يقلل من الكلفة على الوليات المتحدة هو ينظر إلى الأمور طبعا كما تعرفين من منظور اقتصادي تجاري بحث لكن بعد حدث اغتيال سليماني والتوتر الذي تصاعد مع الوليات المتحدة الموضوع اختلف لأنه أصبح كأنه هناك موضوع تحدي بين الطرفين الوليات المتحدة الأمريكية الآن أصبحت تريد الاستمرار في العراق يعني لا تريد الخروج من العراق بل تريد الاستمرار بالعراق وأنت كما ذكرت هناك تهديدات من قبل الوليات المتحدة لأن العراق ربما يجب أن يدفع تكاليف الوجود الأمريكي أو البناء القواعد الأمريكي في العراق قبل أن تفكر الوليات المتحدة أنا أعتقد الموضوع سيكون معقداً أكثر تعقيداً مما يبدو دكتور مروان سؤالي الأخير وباختصار شديد لو سمحتم هذا التصعيد الأمريكي الإيراني هل يمكن أن يتحول حلحلة بأزمات عدة تلعب إيران دوراً فيها الأزمة الحكومية بلبنان الأزمة بسوريا ولا نغيب أيضاً الأزمة الحكومية بالعراق على حد سواء أنا لا أعتقد أن هناك حلحلة أنا أعتقد أن هناك مزيد من التوتر على كل هذه الجبهات هذا الصراع سوف يستمر برأيي حتى الانتخابات الأمريكية عندها إذا حصل ترامب على ولاية جديدة سوف ربما نشهد بعض الحلحلات أما من الآن حتى الانتخابات الأمريكية فأنا أعتقد أنه لن يكون هناك حلحلة في أي من هذه الملفات نعم دكتور مروان قبلان مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات شكراً جزيلاً لكم على هذه المشاركة كنتم معنا مباشرة من العاصمة القطارية الدوحة شكراً شكراً دكتور مروان مشاهدين إذا ما عرضناه للإطلاق كان آخر تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني لكن العالم شهد أيضاً بالأسبوع الماضي تطورات عدة على الصعيدين الدولي والعرابي نتابعها معاً في هذا التقرير دربارك 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 جعفری رو عاشقانه مشهزه دنبال تابوت آج غاسم بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين أمريكا ولا إيران إن مفقافحة الفساد ومحاربته هي كفاح وحرب من أجل دولة نظيفة مشاهدين لم يتبقى لنا سوى شكركم أنتم على حسن المتابعة والأصغر الآن أتركوا الهواء مجدداً لهيبا شكراً لكي لايان يعتبر الكولاجين أساسياً لتعزيز الأوعية الدموية وأعطاء الجلد مرونته وقوته فما هو الكولاجين وما هي العلاقة بينه وبين البشرة وكيف تعززه الجواب بالتأكيد سيكون مع دكتورة زينة نعمة اختصاصية في الأمراض الجلدية صباح النور دكتورة صباح النور بالبداية خبريني ما هو الكولاجين؟ الكولاجين هو عيلة ألياف مصنوعة من بروتين موجودة بوفرة بجسم الإنسان أكتر شي موجودة بالجلد طبعاً هذا الإختصاص طبعي بس موجودة كمان بغير محلات موجودة بالعدل موجودة بالغدروف موجودة بالأوتار فإذا هي موجودة كثير بجسم الإنسان نعم بدي أسأل كنت عن العلاقة الموجودة بين الكولاجين اللي موجود بالجسم والكولاجين اللي موجود بالبشرة هل هو نفس نوع الكولاجين؟ الكولاجين مثل ما قالنا عيلة معمولة من أكتر من عشرين نوع من الكولاجين نحن منرقمهم كولاجين واحد اثنين ثلاثة حسب التركيبة البيولوجية تبعيتهم هو البروتين معمول من حوامض أمينية حسب ترتيب هالحوامض الأمينية بتلعندي كولاجين رقم واحد رقم اثنين رقم إلى آخره نعم بالجلد أكتر الشي في عنا الكولاجين رقم واحد ورقم ثلاثة أقل رقم اثنين واربعة وباقي أنواع الكولاجين موجودة بغير محلات بالجسم نعم بالأعضاء الأخرى يعني طيب الكولاجين اللي موجود بالبشرة هل أو بالجلد بالتحديد اللي أنا عم بحكي عنا هل كل الأشخاص عندهم نفس نسبة الكولاجين ببشرتهم أو في أشخاص عندهم أكتر من أشخاص بانين طبعا هذا الشي بيختلف عندنا أول شي العوامل الوراثية دائما بتسمع أنه في عيال جلدتهم أحسن من عيال طبعا لأنه وراثيا عدد حزم الكولاجين اللي موجودة بالجلد ممكن تكون أكتر ولكن إذا أنت سؤالك اتنين من نفس العمر حدا جلدته أحسن من حدا فيه كتير عوامل بتأثر على عدد ونوعية الكولاجين اللي موجودة بالجلد إذا بدك فينا نحكي عنه وقت اللي بدك يعني طبعا أول شغلة هي التعرض لعوامل المناخية والتلوث والشمس اللي هي بتخلي الكولاجين يتكسر أسرع فإذا نفس العمر نفس البشرة لو تون ستاديز يعني اتنين توائم حتى يناهن حدا متعرض ببيئات مختلفية ببيئات مختلفية اللي متعرض للشمس واللي متعرض للتلوث جلدته ما بتكون أحسن بتكون أسوأ بيكون فيها تجاعد أكتر بتكون أقل مطاطية لأنه أليف الكولاجين مكسرة فيه هاي أول عامل العامل الثاني في عنا عامل التغذية اللي بيختلف كمان بين فرد للتاني يعني إذا أنت غذائك كان غني بالمادة البروتين وبالمنرلز وبالفايتامين طبعا الجلد رح تكون أحسن لأنه بتركيبة الكولاجين وأثناء صناعة الكولاجين بالجلد بيدخل الفيتامين سي نجبور يكون فيه فيتامين سي فإذا أنت ناقسك الفايتامين سي بغذائك رح يطلق عندك كولاجين منه مزبوط أو ناقس الكولاجين بالجلد هوا بعض العوامل اللي بتأثر على الكولاجين من إضافة لعوامل أخرى طيب تعزيز الكولاجين بالجسم عن طريق العوامل الغذائية اللي أنت تحدثت عنها شو الإشياء اللي لازم السيدة أو حتى الرجل لأنه هلأ صار يهتم ببشرته كمان أكثر من السيدات عم نلاقي شو هي الإشياء اللي لازم يركزوا عليها بخلال طعامهم بواجباتهم الغذائية المتنوعة بالدرجة الأولى البروتين مادة البروتين اللي موجودة بوفرة بكل اللحوم ممكن لحوم حمرة أو بيضة أو دجاج ممكن موجود بالبيض وفي عنا إذا حدا ما بيحب أو فيجتيريان نباتي ما بيأكل لحوم طبعا في الحبوب الغنية بمادة البروتين لأنه هني اللي بيعطوا حوامل الأمينية اللي بتتكسر بجهز الهضمية بترجع بتمرق به بالدم وبتوصل على جلد لصناعة الكولاجين فإذا البروتين بالمادة الأولى بالدرجة الأولى بالدرجة الثانية المنورلز والفايتاميز مثل بيتامين سي مثل الزنك الزنك مثل الكبر هيدولي كمان لازم يكونوا موجودين كرميل صناعة كولاجين جيدة هيدولي هني المواد الأساسية لصناعة الكولاجين عم نروحها صيدليات صرنا عم نشوف أنه في مياه غنية بالكولاجين صرنا عم نشوف عن أيضا مثل العلب هيك صغيرة بتكون من الزجاج أيضا بتكون غنية بالكولاجين وينصح بها دائما ولكن بدون وصفات طبية هل يعني بيتروح هون المقولة إلى الزايد بيقولوا أخو الناس أو أنه كل شيء زايد عن حده مرات بيقلب يعني بيصير مش منيح هل الكولاجين بكترته مفيدة يعني أي شخص في ياخد كولاجين من غير أي فحص طبية شوفي حبة هلأ اللي بدي أحكيكي في شيء بيست على مستند على العلم وفي شيء مستند على خبرة شخصية ورأي شخصية علميا إذا أنت رح تاخدي بروتيين أكتر بأي شكل أخدتين كان عبر الغذاء أو عبر الكولاجين اللي أخدتي به هالباودر أو بالسائل بالمبدأ هو لازم يتكسر بقلب الجهاز الهضمي يرجع يطلع وتاخديه إذا بحاجة لبروتيين أنك تنتجي مادة الكولاجين رح ينتج مادة الكولاجين ولكن إذا أنت عم تاخدي كل ذي ذاكي من الأكل منك مضطرة تروحي لحي دول الباودرز والسوليوشنز اللي موجودين على المالك صحيح في دراسات ولكن دراسات كتير صغيرة وفيها كتير شوائب وأغلاط وعلامات استفهام منها أنه عدد المشتركين فيها صغير أو ما فيه كنترول لعوامل أخرى مثل الغذاء ومثل العوامل المناخية بتقول أنه إذا تناولت هذه المكملات الغذائية الجلد دي رح تتحسن رح يصير فيها رتوبة أكتر رح يخف التجاعد ولكن ما عنا إثبتات علمية دقيقة بعد بهذا الموضوع يعني أنت ما تنصح فيها المياه اللي فيها كولاجين أو غير ما عندي إثبات علمية لا لا ما عندي شي علمي استند عليه ولكن بقول أنه لو أخدتها ما رح تضر بس كمان هن كتير غليين وفيه يعني مكلفين صحيح فأنا برأيي لا نروح على غذاء أحسن على نركز على أنواع الأغذية المتنوعة أكتر من أن نروح على هالسابلمنس اللي بعد ما أثبتت فعاليتهم طيب يعني الحل عندك أكيد مش تناول المياه الغنية بالكولاجين أو غيرها من الحبوب ولكن ربما الحق يعني هذا ما تنصحينا به مع الوقت الكولاجين بخف بالجلد صناعة الكولاجين بتخف التكسير بيكون زاد ولكن نحن بدنا نجي نرجع نعبي مطرح الكولاجين يلي راح إذا بدنا نحكي عن كولاجين حقن كولاجين الحقن كان رائج كتير بالتمانينات وبالتسعينات وشوي بالألفان ولكن خف كتير ليه؟ لأنه الكولاجين اللي موجود بحقن هو أصلا جاي من الحيوان هو كولاجين حيواني أصلا بيجي من البقر ممكن يعمل رد فعل كتير عكسي عند الإنسان ممكن يعمل ألرجيز حساسية ومشان هيك السيدي كان لازم تجي على عيادة نعمله فحص نرجع نشوفها بعد يومين نرجع نشوفها بعد أسبوع إذا ما عملت أي رد فعل ممكن ساعتها نحقنا سوالإشي في تعئيدات زائد أن الكولاجين الحقن بيعطي شوي أساوي من نلين ومن نمرن ما بيعطي شي ناتشرل طبيعي يلي هي ست هلأ صار بتحب أن يكون أكتر وأكتر فصرنا نروح أكتر لحقن مادة الحامض الهيلورونيك يلي هو الهيلورونيك أسد يلي هي أول شي مصنعة لكتير شبيهة للحامض الهيلورونيك اللي موجود بجلدتنا ما في ريسك أنك تعملي رد فعل غريب عليها أثار الجانبية؟ أثار الجانبية إذا استعملت مزبوطة جدا 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 قليل بتعطي شكل أريح بتعبي المحلات يلي ناقص منها الكولاجين والبلس يلي فيها الزائد يلي فيها أنه مجرد ما حطيناها بعد عدة أسابيع بتنشط وبتحفز إنتاج الكولاجين سو بيصير فعندك بعد نتيجة أحلى بعد عدة أسابيع من الحقن جميل يعني أنت بتنصح بالهيلورونيك أسد أو حمض الهيلورونيك أكتر من حتى الكولاجين أو أي محلول آخر يتم حقنه كيف بتم الحقن ولم أي أعمار؟ الحقن بتم بالعيادة كتير سهل هنا القبر بيكون نحن منجيبهم معبين خلصين مصنعين بأكيد مننظف المنطقة الجلدة اللي ناقصة الحمض الهيلورونيك ونحن فينا نشوف أنه بيكون فيه خفزات بيكون فيه ترهولات أو تجعيد صغيرة وبينحقن مطرح ما ناقص أو مطرح ما فيه تجعيدة يعني النتيجة بتكون دغري مثل ما أنا فيه نتيجة دغري ما نشوفها وفيه نتيجة بعد شهر اللي هي بعد بتحسن أكتر وأكتر وأدي بيضل؟ بيضل تقريباً بين 8 شهر لسنة فيه أشياء بيضاين تقريباً سنة ونص ولكن كمان هيدا بيتكل على كتير أشياء بيتكل على نوعية الحقن على يعني نوعية الحقن اللي عم نستعملها على الحياة المريضة اللي نحن عم نحقن يعني إذا حداً بيعمل كتير رياضة وبيتعرض كتير للشمس ومدخن وطبعاً الكمية بتروح أسرع ما بدل أكتر ما بدل أكتر بين وإذا بتحتمي ببشرتك بتنامي ما بتتعرضي للشمس منروح أكتر سنة سنة ونص حتى كمان طيب لمشاهدين ومشاهداتنا من أي عمر بيقدروا أنه يتوجهوا أو هو موضوع بيتعلق بالشكل يعني شو اللي على أساسه الشخص بدي يتوجه لعند الطبيب أو الطبيبة المختصة بالجلد ليحط الهيالورانيكاسد أولاً بدي يقوله أنه ما فيها العلاقة أبداً للعمر يعني ممكن يكون في حدا عنده تجعيد لأنه بينام كتير على خد أكتر من خد فإذا العمر ما له علاقة فينا نبلش بعمر العشرين فينا ثلاثين فينا أربعين السبب الرئيسي اللي الست أو الرجال بيتوجه عند الطبيب هو لما نفسياً بيحس أنه في شي غلط مش مرتاح في شي ناقص أو في شي بدنا نزبطه أو في شي بدنا نعدله وهلأ صار حامد الهيالورانيك مش بس منستعمله حتى نعبه حتى نجمل ناقصه شوي بالخدود نرفع لأنه في خدود ناقص نتفي شفاف من نعبه شفه حتى الأنف أوقت إذا فيه تعرجات صار نعم نعبه هالتعرجات لحتى ما يتوجهه على العملية نقدر نصلحه بشي كتير بسيط قبل عشر دقايق بالعيادة نعم وغير قابل للخطأ يعني الطبي هذا الموضوع كل شي قابل للخطأ الطبي طبعاً ولكن لما الإنسان بيكون متمرن كتير وعارف الأناتومية عارف تحليل الجسم نعرف الجسم وين موجود الوين موجود كل الشريان وين موجود الخطأ الطبي بيصير تقريباً غير موجود ولكن لو أنا أمسك إبري ما بعرف وين عمشك وشو عمشك ممكن فوت بشريان سبب انسداد بشريان ممكن الجلد تموت ممكن حتى في حالات عامة يعني أنا عم بقول على تمان على مثلاً كتير بنلاقي من الأشخاص اللي بيعملوا الحقن بيكون مثلاً عندهم خد أكبر ربما من خد أو مثلاً يعني بتلاقي مثلاً تجعيدي إن شاءلت بينما تجعيدي ثانية بعدها موجودة أولاً في صعوبات طبعاً في محلات بتكون أصعب من محلات مشاناك في تجعيدي بتروح تجعيدي بتعزب أكتر خد أكبر من خد هو إشي يمكن الكمية اللي انحقنت بمحل شوي أكتر نعم وهو كل إشي بتتصلح يعني الكمية اللي بتنحط فيها تتدوب أو فيها تنزاد يعني هو دي إشي كتير سهل إما نقدر أن نصلحهم طالما الماتيريا اللي اللي عم نستعملها هي ماتيريا القابلة للذوبان وقابلة أن تاخدوا تعطي معنا أشكرك كتير دكتورة زينة نعمة اختصاصية بالأمراض الجلدية شكراً لك شكراً لك إذن مشاهدين دعونا نذهب إلى فاصل قصير نتابع بعد الجزء الأخير من صباح النور ابقوا معنا صباح النور من جديد مشاهدينا لأن العامل النفسي للتلاميذ يلعب دوراً أساسياً في بناء شخصيتهم وأدائهم الأكاديمي أصبحت المدارس تعطي أهمية للنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية في هذه الأيام عن هذا الموضوع تحدثنا من أعمان الدكتورة سامية جبريال اختصاصية في علم النفس التربوي صباح النور لكي دكتورة وأهلاً بكي صباح النور يعني بداية عندما نتحدث عن النشاط المدرسي ماذا نعني بذلك وما أهمية هذه النشاطات لكافة المراحل الدراسية تمام هل النشاط المدرسي واللي هو بكون أي شيء بيعمله الطفل غير عن المواد الدراسية اللي هو بياخدها في المدرسة يعني مثلاً ممكن عن طريق الرياضة ممكن عن طريق الموسيقى هذا يعتبر نشاطات ممكن أنهم هنا عن طريق المسرح للدراما هاي الأمور كلياتها هي هي بتكون نشاطات لأنها هي بالآخر ما لها دخل في الأمور أو المواد الدراسية اللي بياخدها الطفل وبتكون مقررة من الدراسة يعني اللي هي بياخدها في المدرسة طبعاً أهميتها كتير كبيرة أول إشي هي بتعزز الأداء الدراسي في المدرسة لأنه إحنا بالآخر عم نعطي إشي ترفيهي للطفل وبيعمله زي شوي بالفراغ بعبيه لما بيكون طول وقت بس دراسة تاني إشي بيقوي الأمور الاجتماعية عنده فبيصير فيه عنده طلاقة أكتر اجتماعياً مع الطلاب أو مع العيلة نفسها وكمان نفس الإشي بيصير بيعرف أمور في شخصيته هو ما كان بيعرفها هاي هي الأشياء الأساسية اللي هي بتخليه كمان أنه يقدر ياخدها من المدرسة وامور ثقافية ممكن هو يصير ياخد معرفة أكتر عن الثقافات الثانية اللي موجودة في المجتمعات مش بس بثقافة المجتمع اللي هو عايش فيها نعم دكتورة يعني تبين للأخصائيين النفسيين نتيجة عدة تجارب قاموا بها بأن المدارس التي تقوم بنشاطات لا صفية وتعتمد بشكل كبير في تعليمها على الأخذ والتفاعل على التعليم ولكن ليس بطريقة منهجية كلاسيكية قد حققت نتائج أهم وأفضل من المدارس الكلاسيكية إذا صح التعبير ما رأيك هل أنت من خلال تجاربك وتعاطيك لمست هذه النتائج أيضا؟ نعم أكيد ليش أكيد لأنه إحنا بالنظام التعليم الكلاسيكي إحنا هون عم نعطي بس نظري فما في إشي عملي عم بلمس الطالب أو هو عم بيجربه دائما التعليم عن طريق التجربة عن طريق المحاولة والخطأ عن طريق أنه هو يشوف ويجرب ويحس الأمور ومعليش حتى لو يغلطه بعد ما يغلطه عم بتعلم فأدي هذا عم بيعطي نتيجة إيجابية وأحسن للطالب من أني أنا أعطيه بس بطريقة نظرية عادية وتعودنا عليها من زمان من إحنا وصغار فلا بالعكس هي بتعطي نتيجة كتير أحسن ونتيجة أكيد إيجابية ما أهمية هذه النشاطات في اكتشاف مواهب لأطفال إن كان من الناحية الفنية من خلال نشاطات الرسم والإشغال اليدوية أو من الناحية الرياضية والعمل على إما اكتشافها أو حتى تنميتها إذا كانت موجودة أصلا ومعروفة من ناحية الرياضة هو إحنا هنا عم نحرك العضلات عنده كطفل لأنه مش دائما هو مرات بيقدر حتى في البيت أنه يلعب الرياضة أو أنه يتعلم كمان أمور في الرياضة هاي الأمور اللي إلها دخل في الجسم تاني إشي عن طريق الرسم أو عن طريق الموسيقى هو هون بيكتشف موهبة عنده هاي الموهبة هو ما بيكون عارف أصلا إنها هي موجودة عنده لأنه طبعا كمان في البيت الأهل مش هيقدروا يكتشفوا موهبة الرسم عنده أو موهبة الموسيقى عنده فلأنه المعلم بيبلش يعلمه الرسم بيبلش يعلمه الموسيقى فهو بيكتشف هذا الإشي عنده وبيعرف أنه فيه عنده موهبة ما كان يعني مدركها أو عارف إنها موجودة فطبعا هاي المواهب بتعلي أكتر منطقته بنفسه بتصير هو يهتم بهاي الأمور أكتر غير عن لدراسة وبيعرف أنه بالآخر هو عم بنتج في إشي تاني غير عن لدراسة ممكن كمان هو بالمدرسة العلامات عنده مش كتير عالية بس بهاي الأمور التانية هذا بيعمل عنده توازن أنه أنا حتى لو بالمدرسة ما عم بجيب علامات عالية في المواد بس أنا هون عم بنتج كمان في مواد تانية ومبدع فيها وبيؤثر عليه طبعا بطريقة كتير إيجابية نعم نعم طيب دكتورة يعني كلنا تعلمنا بمدارس عربية ونلاحظ بأنه ساعة الترفيه هل كان ساعة الرياضة أو ساعة الرسم أو الرياضة هي ساعة بالأسبوع يعني إذا أردنا أن نجمعها ربما هي ثلاث ساعات في خمسة أيام كاملة وهي نسبة قليلة جدا مع العلم بأنه حتى العلامات درجات العلامات متدنية ولا تحتسب بشكل جدي ما أهمية هنا المدارس ووزارات التربية بتحديث المناهج وإعطاء أهمية أكثر لهذه النشاطات لتكون على محمل الجد أيضا لأنه في أشخاص ما بيخذوا على محمل الجد كما نعلم أكيد هلأ هي لازم تتاخذ على محمل الجد لأنه بالآخر إحنا لما بدنا ننتج طالب أو جيل جديد هذا الجيل لازم يكون في عنده أمور تانية مهتمة فيها غير لدراسة لأنه إحنا كل ما نمينا الموهبة عند الطفل وكل ما عملنا له فراغ كساعب كل يوم مش بالأسبوع هو هنا قاعد عم بيعمل توازن عنده ليش؟ لأنه إحنا هون عم نعطي لإله موهبة عم بتعلمها وبنفس الوقت عم نعمل التوتر اللي عنده عم بيفرغوا بهذه الموهبة عم بيعطيها وقت أطول من ما أنه بس هو طول الوقت بس عنده دراسة وخايف من المدرسة وعنده ألأ بس أنه بدي يجيب علامات عالية وبده يكون معدله كتير عالي وفيه تنافس في الصف طول الوقت لأ لما إحنا نروح نشتغل على المواهب عند الطفل ونعلمه أمور تانية اجتماعية هو أصلا ما عم بتعلمها في الدراسة قديش هذا مهم لإله؟ طبعا لا بالعكس لازم إحنا نهتم أكتر في هاي الأمور ولازم نزيد هذا الإشي في المدرسة بكل المدارس طبعا لازم يكون لأنه هذا كتير إيجابي وكتير بيأثر على شخصية الطفل حتى لما يخلص مدرسة يعني حتى فيه أمور بسيطة مثل أنه يوقف قدام الصف ويحكي هذا مش كل الطلاب بتعلموا في المدرسة لما يفوت على الجامعة هو ما بقدر يعمل هذا الإشي وكتير بيكون خايف من هذا الموضوع فأدي إحنا لازم ننمي هاي المهارات عندهم الإجتماعية ومهارات أنه يوقف قدام الطلاب ويصير يكون قادر يحكي أو أنه يحكي مع الطلاب ويكون إجتماعي أكتر أكيد لا هذا كتير مهم طيب دكتورة يعني نحن نعيش بزمن السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الإجتماعي والآيباد وأطفالنا يستعملون هذه المنابر والآلات لسعات طويلة جدا ما أهمية هذه الأنشطة بتقوية التواصل مع الأطفال الآخرين بنسج شبكة علاقات اجتماعية مع الآخر بالمجتمع اللي هو المدرسة هلأ وسائل التواصل الاجتماعي أو كل الأمور اللي دخل بهذا الإشي هي مش كتير إيجابية للتواصل الاجتماعي لأنها هي بالآخر بتقلل من الصدق في تصرفاتنا والصدق في شخصيتنا لأنه إحنا منصير نقارر نفسنا كأطفال أو كمراهقين بالمراهقين اللي زيهم مثلا من عائلات تانية من أصدقاء فبصير بده يمثل أمور بشخصيته هي مش موجودة فلا يفضل إنها تقل هذا الموضوع ويزيد عنا الرفاهية اللي بتكون موجودة في المدرسة إن كانت حصص الرياضة حصص النشاطات حصص الفن الرسم إنه يعبر عن هاي الأمور عنده أو لدراما كمان اللي موجودة في المسرح قديش هاي كمان بتصير هو يتعلمه كيف أنه هو يعمل شخصيات عادي هو حابب يعملها يعبر أحيانا عن ذاته وعن مشاكله أحيانا أو هواته إذن الدكتورة سامية جبري اختصاصية في علم النفس التربوي شكرا جزيلا لك حدثنا من العصمة الأدنية عمان شكرا لكم أهلا بكي ومشاهدين ننتقل إلى شفراس مواهبة لمشاهدة محاصلة طبق اليوم شكرا لك راوية وشاف مع الأطباء الشهية خلينا نعرف المحاصلة المحاصلة كانت مثل ما ذكرنا بالفقرة الأولى عملنا بطاطا دوفينواز بالكريمة أو بالحليب مع الجبن نوعي من الجبنة وعملنا كمان أفخد دجاج بطريقة مختلفة من شام 6 البيت تباعد شوي عن الفروج المقلي بس بالطحين أو المشوي يعني نطلع من الأشياء اللي معوادين عليها التقليدية تماما وكانت الحصيلي به النتيجة هاي طبعا الشكل كتير بيلعب دور كبير واضح وقالت راوية اليوم أنه ما فينا ناكل لأنه قلي بس إذا شافت الأطباء بهالمنظر هيدا شو بذلك تعملي ضعيفة أمام المنظر شاف الزينة اللي زينتها بس أخيرا نخبرنا بشو ستخدمت شلون الأحمد عندي هون شمندر نعم شمندر مسلوق طحنته مع شوية مي سخني لحتى يعطيني هيدا تكستير تير طيب طفت عليه عصرة ليمون حامض مع طب تخلي صغيرة مع رشة ففل أسود ورشة ملح طلع طعمته جميل جدا بدأ أشكرك على هالأطلاق الشهية شكرا لأك شايف ومشاهدين دعونا ننتقل إلى تقرير حيث يعمل 15 متطوعا أساسيا دمنا جمعية سلالة من أجل إنقاذ الحيوانات الضالة في قطاع غزة دعونا نتعرف على هذا التقرير أنا سعيد أبدالله سعيد العر فكرت أن أعمل حل مشكلة الحيوانات الضالة المنتشرة في القطاع طب الحيوانات الضالة هذه هي مزنبة هي موجودة يعني ومنها بتعرض للتعذيب ومنها بتعرض لحوادث وبتعرض لأمراض وكذا فأنا حبيت يعني أنه أنا هذا الموضوع أتبنى كونه ما في الشي ولا مؤسسة أو أي جهة مسؤولة أو بتنجز هذا الموضوع فقلت أنا بدأ أكون الصباق أو الأول في إنشاء جمعية لرعاية الحيوانات الضالة تأجرنا أرض وتأجرنا مكتب وقدمنا وراغنا للجهات المعنية واخدنا الترخيص الكامل استوفناها طبعا نتاجي أنه ما في الشي دعم ما قدرناش يستمر قعدنا سنتين إحنا كله جوه الداتي بنحط من جبتنا ومن اللي بساعدونا وكذا فاضطرينا نطلع من الأرض ونطلع من المكتب ونشتغل ميداني في البيوت نقلت المكاتب والوراغي الجمعية عندها على البيت والحيوانات كانت موجودة عندي في الأرض برضو على البيت بيجينا اتصلات إحنا كثير من مواطنين يعني في بيسان في المنطقة الفنية مدهوس أو مريض أو عيان أو يتيم صغير بيلاقوه في الشارع في يعني بيخدوه عندهم على البيت لحين ما نصلهم خط المريض طبعا الأول ما نستلمه أو إحنا اللاقيه في الشارع أو الكلب بنوخدوه على البيطري بناء عرشادة الطبيب والبيطري إحنا بنكمل العلاج ما بتمنى إنه إحنا يعني ننجز مشروع محمية على مستوى القطاع على الحيوانات كلها هاي لأنه هي كمان يعني بحكم إنه هي بدها توكل وبدها تلعب وبدها تعيش ممكن تأثر على بعض على الناس أو تأثر على الزراعة وعكذا أهلا بكم جديد مشاهدينا يعني الختام يجب أن يكون على إقاعات الدبكة واليوم تحديدا الدبكة اللبنانية مع أنه ببلاد الشام بفلسطين هناك دبكة فلسطينية بالأردن بسوليا في ممكن اختلافات كتير عليل هلأ رح نتعرف على هذه الاختلافات يا هبا أكيد مع مدرب الرقص جزاف سلوم صباح النور لكم جميعا شكرا صباح النور لكم يعني اليوم الأجواء من وحي ثقافتنا جميعا خبرني عن الدبكة أدي شو بتعني أولا للمجتمع اللبناني صحيح هي الدبكة هي رأسة ترسية فولكولورية أكيد رأسة شعبية انتشرت ببلاد الشام الأول وأكيد هذه الرأسة ليس بس للبنان هي رأسة لفلسطين لسوريا للأردن للعراق ولكن في اختلافات قليلة العراق طبعا في اختلافات بين بلد وآخر ما هي هذه الاختلافات أول شيء الموسيقى بتختلف بتختلف نوع الدبكة يعني رأس الدبكة الحركات الستابس طبعا بيختلفوا من بلد لبلد حتى وقت من منطقة لمنطقة هلأ نحنا اليوم رح نشوف دبكتين اختلفين يلي هن دبكة العرب ودبكة دلعونة دبكة العرب اللي هن البدو أصدق دبكة العرب هي للبنان ولسوريا هذا يعني اكتر شي بيرقصوها ودبكة الدلعونة اللي هي فلسطينية كمان يعني كمان بيرقصوها بلبنان عنا هي خطة هلأ بتتشابه اوقات الموسيقى واوقات بتختلف بس مع اختلاف الموسيقى بتختلف حتى الحركات حتى داخل البلد الواحد بنلاحظ انو احيانا الدبكة تختلف من منطقة واخرى يعني دبكة الاهل بعلبك محافظة البقاع تختلف عن مناطق الساحل هلأ اذا بدنا نحكي كمان عن دبكة كيف بلشت فيه فكرة بتقول انو من زمان وقتا كانوا اكيد بتضيع كانوا يطلعوا الاهالي الضيعة او كل حدا على بيته على سطح البات باجراء يبلش يعمل حركات بالاجراء يطبش على الطين يلي موجود فوق على سطح البات كلمال يملس السطح من هون بلشت فكرة الدبكة اكيد فيه فكرة تانية كمانا فيك فكرة مختلفة واكيد فيه الا هيدة الرأسة الى اصولها نعم واليوم رح يرفقوني الشباب والصبايا لانو رأس الدبكة مش بس للشباب هي للصبايا بس للصبايا حركاتهم شوي مختلفة صحيح؟ هلأ نحنا بدمن الرأسة الأساسية رح نعمل نفس الحركات إلا اذا كنا دمن كوريغرافي نعم وشي كتير مهم هلأ منشوف رح ينضموا بعد شوالة قليل الشباب الصبايا نكون الرأسة الدبكة بتنرأس أو بطريقة صف منكون كلنا وقفين صف واحد أو بدائرة بشكل دائرة أو بشكل كوس أوكي؟ وبيكونهم كتفن على كتف هلأ أول شي رح نبلش نعطي للمشاهدين حركات دبكة العرب أوكي؟ هي بتكون الموسيقى شوي أبطئ من الدبكة الدلعونة أكيدة بتكون أجري شمال قدام وجسمها جالس ما بوطي راسي لتحت منبلش أول شي شمال قدام يمين شمال قدام يمين وراء وبطبوش مرتين كمان بعيدة شمال قدام يمين شمال يمين كمان مرة شباب قدام وراء دائما ما بيكون في شخص واقف على الأول هو الذي يقود هذه الحلقة من الدم صحيح 100% هون هلأ الشباب الصبعي راح نضموا لقلي راح نضموا لقلي كما قلت راوية أنه كلها منك لازم أنا راح أرجع عطل على فوق هيك أفضل أوكي هيك المسافة بتسعنا أكتر أوكي راح نكون كتف على الكتف والشاب يلي واقف أول شي أو بحقله الشخصين يعني الأول والتاني هو يلي بحقله يفلط إذا بنقول نعم هو بيكون الكائد أو الليدر بحقله تكون حركاته مختلفين عن باقي الأشخاص نعم أكيد مثل ما قلنا أنه إجري شمال قدام يمين يمين ورا ووقفتنا جالسة كتف على الكتف وأول شخص فيه يفلط أو التاني هلأ كمانا مثل ما قلنا أنه الدبكة تنرقص بالمهرج بدنا نقول لله مشاهدي أنه تنرقص بالمهرجينات بالإحتفالات بالأعراس وما بتخلط دبكة من الإيكاعية يلي هني بيعطوا جو حلو ومميز لهذا الجو الدبكة فرح نستقبل اليوم معنا فاليري رح ترفقنا بالموسيقى طبعا لا تكتمل الدبكة من دون الصبل نعم أكيد وعدد الدبكة الكبير هو كمان يلي بيساعد صحيح شكرا 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 أخذنا شباب المصورين مدير المصورين لما كانوا يتفعلوا هل فعلنا دبكة ثانية الأول إليه دبكة الدلعونة بدبكة الدلعونة اكيدة كلنا صف واحد ومنبلش حركة بتكون الايكاعة اسرع مختلف عن دبكة العرض يلي هي بتكون اكيد اجل شمال قدام نعمل شمال قدام نطعجر كبه يعني واحد اثنان ثلاثة اربعة واخر تشيبنا نطبش كي رح ارجع عادي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة شمال بدي اطعجر اليميني اللي وارا بدي امشي فيها يعني اطاع اسرع من رقصة العرب الاولى مزبوط ارجع عادي للمشاهدينك بالاطواء نطعج اجل شمال اكيد قدام وضحر جارس هيدا شي كتير اساسي شمال يميني اللي وارا كمان عم بتعجر وعم بمشي فيها هي عم بتساعدني تأمشي خطوطان هي عدة للستة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اكيد كلنا صفوا واحد والشفية اللي بالاول او تاني شخص بحق لهم هني يزيحوا عن بعض ويفلتوا ما يكونوا الاكتف بحض بعض ويحبق لكم وبقول للمشاهدين انه رقصة الدبكة هي بتعبر عن روح الجماعة او روح الاشخاص هبا كنا عم تحدث مع ضيفتنا منذ قليل من عمان وايضا لالك عن اهمية النشاطات المدرسية يعني بانه الولد يصبح اكثر عطاءا من الناحية الدراسية والرقص هو من الانشطة الترفيهية والمهمة جدا للأخير انا رح احكي عني انا كوني استيز مدرسة بعلن بمدرستين دون بوسكو حبل بلادانس عنا بنعطي الشق الرأس والنشاطات المدرسية طابع اهمية كتير كبيرة لانه هون بيقدر التلميذي يعني ينفس اذا بنقول او يعبر عن الاشياء اللي هو بحبه لانه فيه عنا كتير اشخاص ومنها انه يحرك جسمه صحير عنا كتير اشخاص ما بيكونوا بحبه يمكن المات الرياضية او العربي فيه اشخاص بيبدعوا بعدين بالرأس او بالفنون واصلا هيك هيك هو يعني مثل عم نعمله رابط وشيء وثيق مع تراثه لانه الدبكة هي شيء تراثي واجه يمحافظ عليه من هون عن جد لازم دائما ننصح الاهل بانه يتذكروا هاي الرقصات الشعبية لانه عن جد يعني هي استمرارها باستمرار احنا تعليمنا لأولادنا لألها هذه حضرتنا وتراثنا ولكن تعرف بدي اسأل بدي اقول لك شغلي انه بفلسطين الدبكة جزء من اللي عملتو هي كمان بيتبعوها بفلسطين ولكن في عنا دبكة اسمها الواحد ونص وثلاثة ما بعرف اذا انت بتعرفها صح بالاجران اكتر اللي هي بالظلط بالاجران واكيد انتو موجودة عندكم يعني ولكن بيعتمدوها اكتر يعني وفي اكتر من اسم للدبكة واكتر من حركة مظبوط المرة الجاي بدنا نتحدث عن الدبكة الفلسطينية وهيبا بتشارك معنا بالدبكة اكيدا نشارك بالدبكة الليبنانية بكون الازياء مختلفة كمانا من واحد تشبه بعض كتير شكرا لكم جميعا نعم نشكر اكيد ونشكر الفرقة ونشكر المشاهدين على حسن المتابعة وراويا نراكم غدا مشاهدين بفقرات جديدة ودائما عبر التلفزيون العربي الختام بالدبكة الى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم